اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحياة مع حنان عود النهاردة هتناول موضوع اتناولته قبل كده واتناولته في الرد على بعض الرسائل اللي جاتني لكن المرة دي عاوزة اركز اكتر على بعض الدروس اللي تعلم ده ايه هو الموضوع هو الرفض وقلم الرفض كلنا بنمر بتجارب بنرفض فيها ربما تكون في علاقة عاطفية ربما تكون حتى في علاقة صداقة ربما يكون شيء معين احنا بنطلبه من الاخرين ورفضه او حاجة تتعلق بحياتنا المهنية مشروعة معين او وظيفة معينة وجاتلي يعني على مدار السنين اللي فاتت جالي عدد من الرسائل اللي كان محورها هو الرفض وآلام ومعاناة احساس الرفض عاوز اقول لكم ان احساس الرفض ده من اقدم المشاعر السلبية اللي احنا حسينا بيها كل انسان فينا كبير صغير ايا كانت المرحلة العمرية اللي هو فيها ايا كان مستوى الاجتماعي الاقتصادي العلمي كلنا كلنا شعرنا بهذا الشعور ويمكن كمان منو احنا كمان اطفال منو احنا صغيرين اوي من اول ما طلبنا حاجة او حبينا نعمل حاجة وتقلنا لأ لما رحنا المدرسة ومجموعة من الطلبة رفضوا انهم يلعبوا معانا مثلا او كنا نتوقع مثلا ان احنا نحصل على شيء وما حصلناش عليه كل دي احاسيس وتجارب دخلناها من واحنا صغيرين واتعلمنا منها ازاي نتعامل مع احساس الرفض فيه مننا اللي بيدبد بالارض ويخش فيه مشاعر متفجرة وصراخ ووعيات والكلام ده كله وصخب علشان يجبر الاخرين انهم يعملوله اللي هو عايزه وبالتالي ما يبقاش فيه رفض فيه اللي بياخدها بمسكنة شوية وبيعيط وبيتمسكن فيسعب على الاخرين فبرده يعملوله اللي هو عايزه او يدوله اللي هو عايزه وفيه اللي بيتعلم انه ما يطلبش حاجة او انه هو يجبت مشاعره ليه لانه خايف انه لو اظهر مشاعره او طلب الشيء اللي هو عايز يطلبه يرفض ويمكن ده كمان مش في العلاقات الانسانية بس ولكن حتى كمان في العلاقات المهنية كتير مننا خاصة السيدات بتبقى مش عايزة تقدم انها تطلب حاجة معينة في شغلها ترقية معينة او او زيادة في المرتب ليه لان هي خايفة ان هذا الموضوع يرفض وبالتالي هتحط نفسها في وضع حرج والتجارب اللي انا خطها في حياتي تعلمتني ان انا اكون اوكي حتى لو اترفضت اوكي سوات في علاقة معينة صداقة حتى علاقة عاطفية وترفضت فيها وبعدين ما هو انا كمان رفضت اخرين فيه مثلا مشروع بحاول ان انا اعمله وتقدمت لجهة معينة بالمشروع ده وترفضت فيه جهات اخرى فيه محاولات اخرى اتعلمت على مدار السنين ان انا احط احتمالية الرفض من ضمن سيناريوهات الخطة اللي انا بعملها علشان احصل على امر ما او على شيء ما حتى في العلاقات الانسانية انا ممكن اتقرب من انسانة او انسانة بهدف ان انا اصاحبهم او اوطى تعلقتي بيهم ولكن لا اقابل بنفس الحماس اللي انا حاسة بيه وممكن كمان اقابل بالرفض وانا لا انا مش عايزة بكون صاحبتك مثلا كمان حاجة تانية كمان ان الرفض بالنسبة لي عامل زي الدول مر اللي بيعالج امر ما فلما بارفض او بارفض امر ما انا كنت عايزاه بفكر هو ترفض ليه وابتدي اتعامل مع الامر من منظور اخر وحاول افكر في الامور اللي انا ماخدتش بالي منها او اللي انا يمكن تجهلتها او مركزتش عليها وكلامي ده مش معناه باي حال من الاحوال اني بهون هذا الشعور لانه احيانا بيكون شعور بغيط جدا 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 لكن انا هنا عايزة ااكد على ان احنا لازم نتعلم من هذه المواقف ولازم نهيئ انفسنا ان احنا هنقابل مثل هذه المواقف في حياتنا والنهاردة عايزة اقول لكم على بعض الدروس اللي انا تعلمتها حينما رفضت وما كنتش حقدر اتعلمها غير لما كنت اتحط في هذا الموقف الدرس الاولاني ان الشخص اللي بيرفضني وما بيحترمش مشاعري او ما بيحترمش افكاري او ما بيحترمش مهاراتي او ما بيقدرش الدور اللي انا ممكن اقدمه هذا الشخص مهما حاولت معاه هتفضل نظرته ليا يا شبه هذه الغمامة من ان هو مش شايف قدراتي الحقيقية او مش شايف امتي الحقيقية فده الاحسن انه يطلع خالص خالص من حياتنا او ان احنا نحط له دور ومكانة صغيرة غير مؤسرة على حياتنا لان مهما عملنا حيفضل بصص لنا بنفس النظرة اللي خليته يرفضنا في اول مرة الدرس التاني اللي تعلمته هو ان انا جوايا شجاعة كبيرة جدا جدا ولكن احيانا ما بنعرفش نستغل هذه الشجاعة في ان احنا نرفض اللي رفضنا او ان احنا نغير مسارنا او ان احنا نغير خطتنا اللي رفضه هو عامل كده زي ما يكون انا ماشي في طريق طريق هذا الطريق سالك وماشي 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 لغاية اما جيت وفوجئت بصخرة كبيرة ضخمة في وسط الطريق اعاقت حركتي واعاقت سير حياتي بالشكل الكويس هحاول اتعامل مع هذه الصخرة ولكن لو فضلت الصخرة دي ترفضني لازم يكون عندي الشجاعة اني احول مساري واني اغير مساري وفي حاجات كتيرة قوي حصلت في حياتي كويسة جدا ما كانتش هتحصل الا اذا كنت استضمت بهذه الصخرة صخرة الرفض ولقيت جوايا الشجاعة اللي بتمكنني ان انا اغير اتجاهي واغير مساري الدرس التالت بقى هو يعني درس ايماني روحاني داخلي اني قوة من فعلا فعلا ان مقاليد الامر اي امر بقدين ربنا سبحانه وتعالى وان ربنا سبحانه وتعالى بيكون حاطط خطة زي كده خطة رئيسية خطة كبرى بتلم خيوط كتيرة قوي 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 احنا ما بيكونش شايفين هذه الخيوط وفعلا اتكلمت مع ناس كتير والناس دي افتكرت مواقف معينة حصلت في حياتها وانا نفسي شخصيا ان لو كان تم الامر زي ما كنا عايزينه بالضبط ما كناش هنجد السعادة اللي وجدناها او ما كناش هنجد النجاح اللي وجدناه او ما كناش هنغير اتجاه حياتنا بشكل اخر فدايما دايما بفتكر ان كل ما يفعل يفعل لخير وده بيخليني من جواي ادور على نقاط الخير اللي بدون هذه التجربة المؤلمة الصعبة المحزنة ما كنتش حلاقي بصيص الامل ما كنتش هلاقي الخير اللي انا ما كنتش شايفاه الدرس الرابع كمان اللي تعلمته هو ان ما ينفعش ان احنا نتنازل عن قيمنا الشخصية لمجرد ان احنا نرضي شخص ما لو شخص رفضنا علشان قيمة معينة احنا بنؤمن بيها لو تنازلت عن هذه القيمة انا بخسر حاجات كتير بخسر حياتي بخسر نفسي بتحول لانسان وحش قميء مش هو ده فتعلمت ان احيانا لازم يكون في موجهة مع احساس الرفض علشان اعرف ان لازم اتمسك بقيمي كان في شخص عزيز علي وبيحكيلي انه كان نفسه يتقدم في وظيفة معينة وكل ما يتقدم يرفضه وشخص من اللي بيشتغل في هذا المكان قال له انت علشان يقبلوك لازم تتنازل في كذا وكذا وكذا وهذا الشخص رفض التنازل تماما فكر كده بينه وبين نفسه وقال اذا كانت الوظيفة دي او المكان دو شرط دخولي لي اني اتخلى عن قيمة معينة انا مؤمن بيها يبقى انا مش عايزه وتوز فيه وتوز في الوظيفة هل خسر؟ يمكن مؤقتا خسر هذه الوظيفة يمكن مؤقتا خسر هذا المكان ولكن كسب نفسه وقيمه هي اللي خليته ينجح في امور اخرى ويعني بيكلمني وبيفكر انه لو كان دخل هذه الوظيفة كانت حبس فيها سنة ورا سنة وعمره عدى سنة ورا سنة وما كانش يوجد الفرص اللي اتيحت لي بعد كده بس من مجرد انه هو تعامل مع هذا الرفض بدون ما يتنازل اخلاقيا او عن قيم الدرس الخامس اللي تعلمته هو ان كل نهاية هي بداية جديدة فاحيانا تكون النهاية سالسة جت بشكل سالس مش مؤلم واحيانا بتكون النهاية مؤلمة بان احنا بنفقد شخص ما او ان الشخص ده بيرفضنا بالشكل اللي احنا عايزينه دايما افتكروا ان كل نهاية بتكون بداية لشيء جديد ولازم مرحلة تنتهي علشان مرحلة جديدة تبدأ الدرس السادس اللي تعلمته هو ان احيانا الرفض ما بيكونش متعلق بينا احنا مش معنى ان احنا ترفضنا ان احنا ناس وحشين ولكن احيانا بيتعلق ان الشخص اللي رفضنا ما بيقدرش قيمة الامور اللي احنا بنعملها له خيالوا كده ان احنا قاعدين ندي 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 وما بناخدش ما بناخدش اي حاجة خالص لازم حييجي في لحظة ويقولوا طفح الكيل يعني خلاص اتمالينا بالمرارة اتمالينا بالسواد اتمالينا بالقلم اتمالينا بالحسرة حتى وجود هذا الشخص الرافض لنا في حياتنا اصبح مؤلم فلازم يطلع لازم يخرج من حياتنا الدرس السابع اللي تعلمته هو ان احيانا فعلا فعلا اللي تكسر ما بيتصلحش احيانا بنخش في تجربة ما بنخرج منها بعلاقة مكسورة او علاقة عرجاء ما ينفعش ان احنا نبقي على الكسور في حياتنا ما ينفعش ان احنا نبقي على العرج في حياتنا فلما هذا الشخص او هذا الامر يرفضنا فهو بمثابة كسر بمثابة شيء اتكسر خلاص وما ينفعش يرجع تاني ولو رجع حيرجع ضعيف في وهن او ممكن باطراف حادة ممكن احنا نفسنا نتقلم منها تخيلوا كده لوح الازاز الجميل لما بيتكسر ونحاول ان احنا نلزقه تاني عمره ما بيرجع لحاجة كويسة تاني زي الاول دايما نشوفه كده ان اللي كسرك ما ينفعش ان انت تبقي على علاقة كسرتك او تبقي على علاقة احزانتك لان حتى لو توهمت اللحظة ان الشخص ده هو قبلك وان هو قبل وجودك في حياته وان هو موجود في حياتك برضو هتفضل فيه اشواك كل شوية توجعك الدرس التامن بقى يتعلق بالسلام الداخلي احنا بنفضل متقلمين من احساس الرفض لما ما بنكونش قادرين ان احنا نوصل للحظة السلام الداخلي والسلام الداخلي بيحصل بالتقبل اني اتقبل ان فيه امور مش كويسة قوي ان فيه امور سيئة ممكن تحصل زي ما هتقبل وهفرح بالامور الجيدة وازاي بقى نحصل على السلام الداخلي وانا مرفوض وانا متقلم وانا حزين والكلام ده كله اني اشعر بالتقدير والامتنان للحاجات اللي موجودة في حياتي اني احول نظرتي من الامور اللي نقصاني او الامور اللي مش موجودة في حياتي الى اللي موجود فعلا في حياتي وهو ده اللي اقدره وهو ده اللي اهتم بيه الدرس التاسع اللي تعلمته اني احيانا ما بكونش محقة في كل الامور احيانا بخطط لامر ما او بطلب شيء معين وبقابل بالرفض لو اخدنا الرفض انه هو رفض لشخصي عشان انا اترفضت عشان انا حنان مش انا اترفضت عشان الفكرة اللي انا بقولها يمكن فيها بعض المشاكل يمكن فيها بعض مش مكتملة ساعتها ممكن نلاقي ان فيه امور كتيرة قوي عينينا بتتفتح عليها فلما ما اخدش الرفض بمحمل شخصي حتى ولو فيه علاقة هذا الشخص رفضني مثلا انا حبيت شخص والشخص ده رفضني يبقى انا فيه حاجة وحشة ممكن ما يكونش فيه حاجة وحشة والشخص التاني برضو مفهوش حاجة وحشة ولكن احنا والاتنين مع بعض مش نفعين مع بعض لما نفتح مخنا ونفتح تفكيرنا واحنا بنتعامل مع تجارب الرفض دي وما اخدهاش على محمل شخصي بشكل كبير يمكن اكتشف امور في شخصيتي مفروضة حسنها او اقدر حسنها او امور فيه مهاراتي لازم ازودها او امور فيه مشروعي لازم اشتغل عليها اكتر واكتر الدرس العاشر اللي تعلمته هو ان الناس اللي بيقولوا عندهم باكبون يعني عندهم هيكل عظمي صلب وهنا يعني انا بستعمله بالشكل المجازي ان انا اكون من جواي عندي الاحساس بالقوة اني اتقبل اي صدمة ده مؤشر للنجاح طويل المدى ربما انجح في بعض النجاحات القصيرة المدى او الصغيرة ولكن لو ما قوتش هيكل العظمي اللي شايل كل حاجة مش هقدر اكمل مسيرة النجاح ليه لان انا متأكده ان مهما كنت في طريق ممهد لازم هتقابلك بعض العقبات تجارب الرفض اللي بندخل فيها اوه احنا صغيرين بتعلمنا ازاي نتعامل مع المواقف دي فبنبتدي نقوى شوية شوية بنبتدي نزود مهاراتنا في التعامل مع المواقف دي شوية شوية وبالتالي فرصة نجاحنا طويل المدى بتزيد الدرس الحداشر اللي تعلمته من المواقف اللي دخلت فيها ورفضت بشكل او باخر هو ان المرونة شيء مهم جدا جدا او المرونة النفسية شيء مهم جدا جدا ويمكن ده موضوع انا اتكلمت عنه في عدد من الفيديوهات قبل كده والمرونة النفسية جزء من ذكاءنا العاطفي وتاني بكررها لاني قلتها قبل كده ان ذكاءنا العاطفي دوره اكبر بكتير جدا من ذكاءنا المعرفي او الفكري في النجاح طويل المدى لما كنت بقابل مواقف رفضت فيها او مقدرتش حقق اللي انا عايز احققه كنت بفكر في مدى مرونة النفسية وازاي ممكن اتعامل مع المواقف دي علشان ازود مرونة النفسية وفي فيديوهات انا عملتها عن الموضوع دوة هحطها لكم في عشان تشوفوها اكتر الدرس الاثناشر ويمكن ده درس ممكن يكون صعب على بعض الاشخاص اني بتعامل مع الرفض ان هو هدية من ربنا سبحانه وتعالى او اشارة احيانا بنكون محتاجين اشارة معينة علشان نوقف نزيف الخسائر اللي موجودة في حياتنا فلما بنرفض ونتألم اشارة من ربنا او علامة ان احنا انا هنا في هذا الموقف خسران ايه اللي ممكن اعمله علشان اوقف الخسائر عشان اوقف النزيف ممكن يكون نزيف المشاعر الجياشة اللي انا حاسس بيها او ان انا مستثمر وقتي وجهدي في امر ما او مشروع ما او وظيفة ما بشكل معين ولكن انا مش بجني ما يوازي اللي انا استثمرته احيانا الرفض بيكون اشارة لنا ان احنا نوقف نزيف الخسائر الدرس التلاتاشر هو دايما بفتكر لما بارفض ان مدم شيء مش مكتوب لي يبقى خلاص مش مكتوب لي انا مؤمنة ان الانسان مسير باختياره فانا باخد اختيارات على مدار حياتي كل يوم كل يوم باخد اختيارات باخد قرارات هذه القرارات وهذه الاختيارات بتمشيني في اتجاه معين وربنا سبحانه تعالى بيهدينا لهذه القرارات والاختيارات علشان نمشي في سكة معينة لما بنرفض بحاول استجمع تركيزي تاني وافكر هو ايه الغاية الاسمة اللي انا عايزها من حياتي ايه الغاية الاسمة اللي انا عايزها من حياتي هل هذا الامر كان هيساعدني في غاية الاسمة ولا لا اذا مجاش ازاي ممكن اقدر اكمل عملي والحصول على اللي انا عايز احصل عليه بدون هذه العلاقة بدون هذا الامر بدون هذه الوظيفة بدون هذا المشروع بدون الفلوس اللي فلان كان هيدهالي ازاي فبرجع استجمع تركيزي تاني الدرس الاربعة عشر اللي تعلمته ان ما فيش شيء لا يمكن استبداله وما فيش شخص لا يمكن استبداله الا اشخاص معدودين على الصوابع ما نقدرش نستبدل ابهاتنا وامهاتنا ولما بنفقدهم بيكون الموضوع صعب جدا لكن ده مش شبه الاحساس الرفض فاي علاقة ممكن تستبدل اي وظيفة ممكن تستبدل اي مشروع ممكن يستبدل اي امر انا كنت عايزه ورفضت او رفض هذا الامر ممكن استبدله وممكن اغيره فكل البشر ممكن استبدالهم كل الاشياء ممكن الاستغناء حتى عنها كل الامور لها بدائل الدرس الدرس الخمستاشر هو ان احنا احيانا بنقلل من شأن انفسنا واحيانا يعني بننهزم امام الرفض لان احنا مش شايفين قيمة انفسنا ودايما ااكد ااكد كتير قوي على مقولة اعرف نفسك واعرف نفسك يعني اعرف اللي بتحبه واعرف اللي ما بتحبوش اعرف نقاط القوة اللي فيك واعرف نقاط الضعف اللي فيك احيانا بنركز على اللي نقصنا احيانا بنركز على نقاط ضعفنا وبننسى نقاط قوتنا بننسى مهاراتنا بننسى ايه اللي اقدر احققه ولما بنصطدم بمواقف الرفض دي ده بيخلي بعض الناس تتقوقع اكتر واكتر ويركزوا على النواقص ومايشوفوش دور المهم اللي ممكن يلعبوه في حياتهم وفي حياة الاخرين الدرس السادس عشر هو مقارنة انفسنا بالاخرين احيانا بيدفعنا موقف الرفض ده ان احنا نقارن بين انفسنا وبين الاخرين المقارنة هنا ليه هنا تكتين النتيجة الاولانية هو ان انا احسن من الشخص اللي رفضني علشانه فابقى مش فاهم في ايه ليه رفضني ليه قبل واحدة مثلا اقل مني او ليه رفضتني وتجوزت واحد اقل مني مثلا او انا فيه حاجات مش موجودة في هذا الشخص ده راح حب واحدة احلى مني او خده شخص اخر عشان عنده وسط عشان كذا عشان كذا المقارنة هنا ممكن تتحول لمقارنة هدامة المقارنة البناء اللي تكلمت عنها قبل كده هي مقارنة تخليني اشوف اعمل لنفسي بنشمارك اعمل لنفسي توقع عايز اعلى عشان اوصله فلو المقارنة مش هتكون اسلوب او طريقة ان انا احسن بيها من نفسي يبقى ملهاش اي لازمة مش هجني منها غير التعب النفسي والقلم النفسي ولكن المقارنة بتكون بناءة في حالة واحدة فقط هي ان استخدم هذه المقارنة لتحسين نفسي الدرس السبعة عشر هو ان الحياة اوسع واعمق من انها ترتبط بانسان واحد فقط او عدة اشخاص هم دول اللي افضل اشتغل علشان يوفقوا علي عشان يستحسنوا اللي انا بعمله فدخلاني وسعت نظرتي للحياة لما يبقى عندك هذه النظرة الشمولية الوسعة الهدف بعيد المدى هتلاقي ان وجود بعض الاشخاص اللي انت مش عاجبهم بابا مش عاجبه اللي انا بعمله حبيت واحد وما قبلنيش قدمت على وظيفة وما تقبلتش الكلام ده كله هتلاقي نفسك بتتجاوزه لان في حياة اكبر واعمق وابعد من مجرد اني قالت حياتي كلها ساعيا وراء ارضاء الاخرين او نيل استحسنوا الدرس التمنتاشر اللي تعلمته هو ان الرفض ممكن يكون اكبر محفز لنا في حياتنا وفي مقولة يعني سمعتها بس مش متذكرة مين اللي قالها ان بيسأله هذا الشخص ايه سر نجاحك قال انا انا بحب اثبت ان الاخرين غلط ده معناه ايه معناه ان لما شخص يستهين بيك لما شخص يستهين بامكانياتك اثبت ان هو غلط تعامل مع الرفض ده وعلى ان هو صخرة هتحطها وتبني بيها سلم تصل بيه لمرتبة اعلى الدرس التاسع عشر هو ان الرفض احيانا بيكون منحة في محنة وفكرنا في القلم اللي احنا حاسين به ده وتذكرنا ان في كل محنة منحة وعدت ادور على هذه المنحة اللي موجودة في الموقف ده ده ممكن يخليني اكتشف فرصة كانت قدامي وما كنت شايفة الدرس رقم عشرين والاخير اللي بأكد فيه على ان كل نقطة في حياتنا بداية جديدة وان احتمالات المستقبل احتمالات لا حد لها وكتيرة جدا 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 فنستغل كل فرصة رفضنا فيها ونفكر في ايه هي الاحتمالات اللي قدامي وكل مرة بقوا قابل بموقف شبيه بهذه المواقف بقف واقول ايه تلت دروس او تلت حاجات كويسة اقدر اخرج بيها من هذا الموقف واحيانا مش احيانا غالبا بكتب اكتر بكتير قوي من التلات نقاط اللي انا كنت عايز بغض النظر عن التفاصيل اللي موجودة في اي موقف سواء الموقف ده ولد جوانا مشاعر ايجابية او مشاعر سلبية المشاعر طبيعتها انها مؤقتة مفيش حزن هيدوم مفيش الم هيدوم مفيش كمان سعادة هيدوم ومفيش شغف هيدوم فلازم نتعامل مع كل المشاعر انها مشاعر مؤقتة ولما بيفضل فيه شعور سلبي لمدة طويلة جوانا ده معناه انحنا ما تعاملناش مع هذا الشعور بالشكل الصح فلازم ساعتها نفكر ايه اللي انا حسه في الموقف ده هل هذا الشعور سلبي ولا ايجابي لو سلبي ازاي اتعامل معاه ايه التلات حاجات اللي اقدر اعملهم دلوقتي علشان اقضي على هذا الشعور هل فيه شخص ممكن اتكلم معاه هل محتاج ان انا ارتب افكاري هل محتاج ان انا اهيد النظر في اولويات حياتي دي كلها امور لازم نفكر فيها لما يقابلن موقف صعب زي موقف الرفض ويتولد عنه مشاعر سيئة وزي ما قلتلكم احنا من احنا اطفال صغيرين بنتعامل مع مثل هذه المواقف فربما لو فكرنا في حياتنا قبل كده وفكرنا في مواقف حصلت لنا قبل كده نقدر نشوف ازاي تعاملنا مع المواقف دي وربما نتعلم من انفسنا حاجة نطبقها في المواقف الجديدة لو الفيديو عجبكم ياريت تعملولو لايك وتشير مع كل اصحابكم وتشتركوا في القناة وياريت تفعلوا زر التنبيهات لان اللي تعلمتوا وعرفتوا ان اليوتيوب مش هتقترح عليكم فيديوهاتي الا اذا فعلتوا زر التنبيهات اشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة